تمكنت عناصر الشرطة القضائية في باتنا من حدز رأس تمثال رئيس مجلس الشيوخ الروماني كان مخبأا داخل كيس دقيق داخل كشك في مدينة باتنا إلى ذلك تمكنت عناصر المصلحة الولائية للأمن العمومي من تفكيكي أيضا شبكة جهوية مختصة في تصوير العملة الوطنية من بينها فتاة عمرها 30 سنة تفاصيل أكثر في ميكروفون سعيد حريكا بناء على معلومات تحصلت عليها عناصر المصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن ولاية باتنا مفادها قيام فتاة تبلغ من العمر 30 سنة بطرح أوراق نقدية مقلدة للتداول وبعد الاستغلال الأمثل للمعلومة تم توقيف المعنية وبحوزتها 8400 ألف سنطيم مشكلة من 24 ورقاء نقدية فئة تلفين دينار جزائري ليتبين أن لديها شركاء في العملية بعدها تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتمديد الاختصاص لكل من مدن الحاسي بمروانا عن جسر وعنبا تبين بعد عمليات تفتيش حج 28 مليون وستمائة ألف سنطيم من الأوراق النقدية في أتي الفين وألف دينار جزائري تعتبر من عائدات ترويج في نفس سياق عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بباتنا تمكنت من استغلال معلومات مفيدة جدا بأن أحد الأشخاص يحوز على منحوتات أثرية حيث تم فتح تحقيق في القضية وتبين المشتبه به صاحب كشك بحي الرياض وبعد عملية الترصد لسلف الذكر تم مداهمة الكشك والعثور على رأس تمثال أثر مخبأ بأحكام داخل كيس خاص بمدى الدقيق